أكدت وزارة الخارجية أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأوضحت الخارجية في بيان لها أن العرقيلة الإسرائيلية هي التي تعرقل نفاذ المساعدات مضيفا أنه لوحد وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبرات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة فضلا عن البطء في إجراءات التفتيش والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر وطلبت الخارجية الجنب الإسرائيلي بالتوقف عن إحداث العرقيل المسببة في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة